زي ما كنت نحشيش كده شفنا مع حضرتك دلوقتي يعني الرسائل المختلفة من جمهور الأهل للفريق كلها رسائل برضو فيها أمل كبير وفيها ثقة في هذا الفريق العظيمة اللي أسعدنا كتير جدا ولكن الرسالة يعني شخص طريباً لقبل الأخير اللي تكلم تحديداً قال هي لعلها تكون أو المباراة الأخيرة يعني الرسالة كده علشان يبتدوا ياخدوا بالهم كويس قوي المباراة القادمة والمبارايات كمان القادمة فهل ممكن يكون فعلاً الكلام دا حي إن دا درس ما حدث في المطش بين الأهلي وبنك الأهلي دا درس علشان نقدر نفوق شوية للي جاي؟ هو طبعاً يعني بتبقى برضو انذار مبكر لفقد النقاط يعني من البداية لسه في أول المؤجلات بعد بطولة أفريقيا والحمد لله كان ممكن لقدر رايح سالخسارة يجي مثلاً الجني التاني فقدت بقى ثلاثة بنت تبقى مشكلة فهو انظار خفيف كده طبعاً للعيبة المشكلة إن اللعيبة دلوقتي حطت نفسها تحت ضغط قوي جداً جداً يعني برضو انت لما يكون فيه بنتين فرق بينك وبين المنافس بفترض أنت تكسبه كله هو يكسب كله بتبقى فيه أريحية شوية في المباراة إنما دلوقتي المباراة اللي جاية بداية من مباراة النهاردة مباراة كاس بالنسبة لنادي الأهمي أي فقد لأي نقاط مشكلة بالنسبة له زي إن بقلت قبل كده قبل الفاصل إن ده حيبقى بقى بإيد المنافس مش بإيد كنت طبعاً فإحنا ستيل لغاً دلوقتي إن إحنا بإيدينا إن إحنا نكسب صعوبة المباراة إن إنتي بتقابلي زي بقول فرق زي الإنتاج الحربي مثلاً آخر الجدول فمش باكي على حاجة لأنه هو شبه آآ بيتوجه للدوري الممتاز به فهو مش باكي على حاجة بالعكس ده كل اللعيبة آآ في لعيبة مثلاً لما الفرق بتنزل آآ الممتاز به بيبقوا عايزين يسيبوا الأندية بتاعته عشان يفضلوا فيه الممتاز فكله بيسوق لنفسه كله عايز يعمل شو قدام النادي الأهلي وهي دي آآ الخطورة فلازم بقى فيه تركيز كبير إن شاء الله وطبعاً من من الرسالة اللي شفناها من آآ شريف إن اللعيبة كلها مركزة والدنيا كلها الحمد لله كويسة وأنا أعتقد زي ما قلت إن البداية النهاردة هتبقى بداية قوية عشان تدي برضو إنذار ولسه عايز أقول للجمهور ما تقلقوش يا جماعة يعني بعض الناس اللي بتتكلم العضاء النادي تحس إنهم أنسيوا البطولة اللي فاتت خالص وبتكلموا وقولوا لازم الناس تركز والناس مش يعني تفاهم اللعيبة مركزة واللعيبة كويسة وتحت ضغوط على طول الموسم يا جماعة بقالوا قد إيه شغال وإحنا داخلين خلاص قربنا من شهر تمانية ومكملين ده إحنا هنبدأ إفريقيا الجديدة لسه كمان إحنا اللعيبة عندنا كابتن حشيش عايزة أجازة عشان تتجوز أنا شوف تركاء مع والدة أفشا طول أنا عايز أبني ياخد أجازة عشان يتجوز فيعني فعلا ما فيش وقت يا جماعة الناس بتيجي يعني أنا بتغلل شايلين الشنط على كيفهم على طول صحيح يعني فعلا ما بيريحوش خالص وده صعب جدا أنت حتى كمان بتيجي بعض الأوقات وإحنا كنا لعيب وعارفين من كتر المبارات بتزهق شوية بجيلك حاجة حالة من الزهق غير ما بتبقى أنت بدأ موسم جعانة كورة وعايزة تلعابي وعايزة ونبقى لعب وحشك اللعبة زيقت مطش 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 بطولة بطولة يعني صعب جدا وبعدين برضو اللعيب النادي الأهلي استثنائي اللعيب النادي الأهلي مطالب بكل البطولات وكل المطشات مكسب يعني بص أنت نزع لنا جدا التعادل مطش اللي فات وده مفروض أن هو يبقى طبيعي بالنسبة لأي فرقة في أي دوري في العالم جاية زي ما قلنا من بطولة كبيرة فإن شاء الله بإذن الله بكلاش بالنسبة للكم الأكبر من الجماهير والتعادل في الظروف العادية عادي بالنسبة لنا دلوقتي مش وقت ولو ما حابكش التعادل ده دلوقتي